أحمد دراوش في طلق تل أبيب أحمد كيف تبدو ترتيبات الداخلية الإسرائيلية وكيف ينظر إلى هذا التصعيد سونيا خرج يوم السبت منذ قريل بالتالي قد تصدر تصريحات إسرائيلية خلال الساعات القليلة المقبلة ولو أن هذا الأمر قد يكون مستبعدا نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي خصوصا المستوى السياسي الإسرائيلي عندما يشعر بأن الأوضاع حرجة من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية كما هي الأوضاع خلال هذه الأيام بفعل توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعمرياته واغتيالاته في لبنان فإن المستوى السياسي الإسرائيلي في مثل هذه الحالات يفضل الصمت وإن تحدث يفضل التلميح وليس التصريح بصورة مباشرة عما حرث في لبنان خلال الفترة الماضية ويكتفي بترك الإحاطات للمستوى العسكري الإسرائيلي لقادة الجيش الإسرائيلي إسرائيل في حالة ترقب حتى الآن حالة التأهب وحالة الاستنفار هي حالة عامة لأن إسرائيل تعتقد أن حزب الله اللبناني سيرد على اغتيال قادته وعلى العمليات الأمنية الخطيرة التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لكن طبيعة هذا الرد شكل هذا الرد متى سيأتي هذا الرد هي أمور ليست واضحة حتى الآن ومن هنا تأتي التعليمات العامة التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين أو إغلاق المجال الجوي في مناطق محددة في المرة السابقة رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر بعد ثلاثة أسابيع تقريبا في فترات قبل ذلك كان يختار فترة أحيانا أقل أحيانا أكثر للرد لا يمكن القول أن هناك عارة معيارا يلتزم به حزب الله للرد على اغتيال قادته أو للرد على العمليات الأمنية أصلا حتى الآن لم يرد حزب الله على اغتيال أبرز قائد عسكري في صفوفه اغتاله لاحتلال الإسرائيلي عام 2008 هو عماد مغنية بالتالي حالة الاستنفار الإسرائيلية هي حالة استنفار عامة وإسرائيل تتعامل مع حالة الاستنفار في هذا الصياق ميدانيا كما أشار الزميل أحمد جردات لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحشد قواته يعقد المشاورات الأمنية مشاورة في تلو المشاورة من أجل البقاء على الأوضاع على الجبهة الشمالية البقاء مضطلعين على الأوضاع على الجبهة الشمالية شكرا